اشتركوا في القناة قبل ما صالحنا تختبر عمق ايماننا بقيمة الانسان وحقه في الحياة وتضع المبادئ التي ندعي اننا نعتنقها في موضع التساؤل والفحص واقول لكم بصراحة ان شعوب العالم كله وليس فقط شعوب المنطقة تترقب بعون متسعة مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة اتصالا بالتصعيد العسكري الحالي منذ السابع من اكتوبر الجاري في اسرائيل والارض الفلسطيني ان مصر تدين بوضوح كامل استهداف او قتل او ترويع كل المدنيين المسالمين وفي الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة من ان يقف العالم متفرجا على ازمة انسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون انسان فلسطيني في قطاع غزة يفرد عليهم عقاب جماعي وحصار وتجوية وضغوط عنيفة للتهجير القصري في ممارسات نبذها العالم المتحضر الذي ابرم الاتفاقيات واسس القانون الدولي والقانون الدولي الانساني لتجريمها ومنع تكرارها مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الابرياء ودعوني اتساءل بصراحة اين قيم الحضارة الانسانية التي شيدناها على امتداد الالفيات والقرون اين المساواة بين ارواح البشر دون تمييز او تفرقة او معايير مزدوجة ان مصر منذ اللحظة الاولى انخرطت في جهود مبنية اناء الليل واطراف النهار لتنسيق وارسال المساعدات الانسانية الى المحاصرين في غزة لم تغلق معبر رفح البري في اي لحظة الا ان القصف الاسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله وفي هذه الظروف الميدانية القاسية اتفقت مع الرئيس الامريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام باشراف وتنسيق كامل مع الامم المتحدة ووكالة الانرة وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني وان يتم توزيع المساعدات باشراف الامم المتحدة على السكان في قطاع غزة السادة الحضور ان العالم لا يجب ان يقبل استخدام الضغط الانساني للاجبار على التهجير وقد اكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القصري للفلسطينيين ونزوحهم الى الاراضي المصرية في سيدان اذ ان ذلك ليس الا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وانهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة واهدارا لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية بل وجميع الاحرار في العالم على مدار 75 عاما هي عمر القضية الفلسطينية ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن ان هذا الشعب الابي الصابد راغب في مغادرة ارضه حتى لو كانت هذه الارض تحت الاحتلال او القصف كما اؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن ارادة وعزم جميع ابناء الشعب المصري فردا فردا ان تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الاحوال لن يحدث ابدا على حساب مصر سأكرر اؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن ارادة جميع ابناء الشعب المصري فردا فردا ان تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الاحوال لن يحدث على حساب مصر ابدا الحضور الكريم هل كتب على هذه المنطقة بأن تعيش في هذا الصراع للابد هلم يقني الوقت للتعامل مع جزر مشكلة الشرق الاوسط هلم يقني الحين هلم يأتي الحين لنبز الاوهام السياسية بأن الوضع القائم قابل للاستبرار وضع الإجراءات الأحدية والاستيطان وتدنيس المقدسات وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم ومن القدس الشريف إن مصر دفعت ثمن هائلا من أجل السلام في هذه المنطقة بادرت عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وحافظت عليه وحدها عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد وبقيت شامخة شامخة الرأسي تقود منطقتها نحو التعاوش السلمي القائم على العدل واليوم تقول لكم مصر بكلمات ناصحة أمينة إن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد هو العدل وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض السادة الحضور نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين ولذلك فقد وجهت لكم الدعوة اليوم نناقش معا ونعمل على التوصل إلى توافق محدد على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية وحياء مصار السلام من خلال عدة محاور تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة وتنتقل فوراً إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولاً لأعمال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لا تتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل على أساس مقررات الشرعية الدولية مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للإطلاع بمهمها بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية الحضور الكريم دعونا نوجه رسالة لشعوب العالم بأن قادته يدركون عزم المسؤولية ويرون بعينهم فلاحة الكرثة الإنسانية ويتهلمون من أعماق قلوبهم لكل طفل بريء يموت بسبب صراع لا يفهمه يأتيه الموت بقذيفة أو قصف أو يأتي بطيئاً لجرح لا يجد دوائه أو لجوع لا يجد زاده دعونا نوجه رسالة أمل لشعوب العالم بأن غداً سيكونوا أفضل من اليوم شكراً والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر